السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله بسم الله وصلنا لآخر رحلتنا في حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الأيام الأخيرة في حياة سيدنا محمد واللي أنا من ساعة بداية وضعي لأول ألم في القلم يعني في التحضير وعمال أقول لنفسي وأنا بحكي القصة دي يا رب لو ديتني الإذن يغلب علي شعور ممتزج من الحزن مع الفرحة الحزن لأنها أحداث وفاة النبي أحداث حزينة جدا حزينة على كل واحد بيحب النبي وكل واحد عاش مع النبي لكن فيها فرحة لأنها انتهاء رحلة صلى الله عليه وسلم عانى فيها كتير مع الناس وزي ما ستنا فاطمة كانت بتقوله وكرب أبتاه وهو بيموت فقال لها يا بنيتي لا كرب على أبيكي بعد اليوم وأنا بقرأ الحديث ده سبحان الله أنا عارفه من زمان بس وأنا بقرأ وأنا بحضر برنامج نور حسيت بشيء من امتزاج السكينة مع الحزن اللي يقرأ عن النبي ولو حضراتكم متابعين معنا من أول برنامج قصة حياة سيدنا محمد نفسك ارتبطي بيه قوي ارتباطك ده يزع عليك أنه انتقل توفي وفي نفس الوقت يصيبك بالسكينة أنه راح حيثه بقى يعني إيه لقاء ربه اللي هو كان مشتق له فأنا يعني بتخالطني وأنا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي مشاعر ما بين الأحداث الحزينة وما بين سكينة في القلب إن النبي انتقل فراح حيثه اختار هو صلى الله عليه وسلم بعد الحياة الطويلة دي بيبدأ اليومين اللي في الآخر في حياة سيدنا رسول الله بإنه حس كده بشيء من الصحة كده فكشف السطار عن الصحابة سيدنا أنس بن مالك بيقول كأن وجهه ورقة مصحف والشهادي وصافي كأنك باصص في مصحف في قرآن فلما رأينا نصلي خلف أبا بكر سيدنا أبو بكر الصديق صلى 17 فرد بالمسلمين فلما رأينا نصلي خلف أبا بكر الصديق اطمأن وابتسم وبعد ما خلصنا صلى كده قال أيها الناس إنه لم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له اللي بقى من وحي النبوة وتسأل قبل كده النبي هل يبقى بعدك من الوحي شيء قال الرؤية الصالحة إما تحلم بيها لنفسك أو حد يشوفها لك وانت عايش أو بعدما الواحد يموت يقول شوف فلان بيدحك ولا فرحان ولا بيجري في جنينة ده كأنه رسالة من ربنا حقيقية الرؤية الصالحة من الله يراها الرجل أو ترى له ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم من أصيب بمصيبة في الدنيا فليتعزى بمصيبته فيه فإنكم لن تصابوا بمصيبة مثل مصيبتكم فيه كأنه بيقول الناس اللي عاشت معه صلى الله عليه وسلم أو الناس حتى اللي عايشة ومتعلقة به وهو جواهم مفيش فقد في الدنيا زي فقد واحد صلى ورى النبي معاش مع النبي وسأل النبي وتكلم مع النبي وكان زعلان والنبي طبطب عليه وكان بيحارب والنبي كتفه في كتفه مفيش مصيبة زي فقد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى فراشه والسيدة عايشة بتقول أن آخر حياة أو لحظات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جزء منها كان رأسه الشريفة على رجلها وفي الآخر خالص حط رأسه الشريفة ما بين ضلعها سحري وما بين نحري مات بين سحري ونحري حط رأسه الشريفة هنا كده صلى الله عليه وسلم معايزك بس وانت ماشي معايا في الدقايق اللي جاية في حياة سيدنا النبي تتخيل أن النبي الأكوان مات في الحتة دي كده عند مراته عشان بس تتخيل قيمة الحب والرابط الأسري والجواز والرحمة والألفة وقد تتوقع أن سيدنا رسول الله ينتقل وهو ساجد شهيد في معركة وهو بيحج وهو بيطوف حاجة كده وقف على عرفة حاجة كده إيه من اللي إحنا لما بنشوف الناس بتموت تقول ده حسن خاتمة لكنه عليه الصلاة والسلام فحضن السيدة عائشة كده وينتقل بسكون بتقول فالنبي كان هنا عليه الصلاة والسلام كده فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك رطب يستن به بيطمن على النبي كده وفي يده سواك كان بيعمل بيسنان فلما رآه النبي أبده وبصره مش قادر يتكلم فبص عليه كده فأخذت السواك من عبد الرحمن وقضمته كأنه من الناحية التانية اعمت أطمى وطيبته للنبي عشان يبقى خفيف كده فاستاك صلى الله عليه وسلم فكان بص حلاوة كلام الزوجة الحبيبة فكان آخر ما دخل في ريق النبي ريقي وسيدنا رسول الله بيقول سبحان الله إن للموت لسكرات زي ما كنت بقولك من شوية السكر هو الغياب عن الواقع فمش كل واحد شفته قدامك بيموت معناه أنه بيعاني لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل دخل عليه وخيره وهو اللي قال كده أن ما فيش نبي بيموت إلا ويخير حتى سيدنا النبي أمآين بل يعني ده ولا ده بل الرفيق الأعلى فلا تتصور أن سيدنا النبي كان بينازع مثلا في وقت وفاته وحتى لو شفت حد من البشر بينازع منازعة الجسد الجسد ده عمز البدلة ده مش أنا أنت بعد عمر طويل وإحنا بننتقل ونسيب الدنيا جسدك زي البدلة لكن أنت الروح اللي جوه الروح اللي بتبقى مع مولاها وبتشوف ملايكة الرحمة زي ما النبي وصف إن ملك الموت هيخش يقولك سلام عليكم يلا على الجنة ربنا اللي بقول الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي فلعله حتى في وفاته عليه الصلاة والسلام في مرض كان بيد رسالة نور لكل واحد قد قد تراه بيعاني في مستشفى ولا بيعاني في وفاة ولا شهية في حرب صلى الله عليه وسلم أسوى وقدوة للجميع لأن الناس تقول ما كان مثلا ينام وخلاص وما يصحاش وكأن يعني دايما متوقعين شيء رومانسي أوي كده لكنه صلى الله عليه وسلم من الأمة كلها أسوى تخذت بالك من اسم ربنا بل الرفيق الأعلى اختبالك والنبي بينتقل من الدنيا للآخرة اسم ربنا إيه اللي رايح له الرفيق الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى والسيدة عائشة النبي قبل ما يتوفى كان ينفث في إيديه ويقرأ القرآن ويمسح وهي بص هو مش قادر دلوقتي من شدة المرض هي تنفث في إيديه وتقرأ وتمسح بإيديه جسمه تلمسا لباركة إيد النبي الصراحة السيدة فاطمة والسيدة عائشة شافوا مشاهد في انتقال النبي في موته صعبة صعبة لأنه هم اللي كانوا جنبه في اللحظات اللي زي دي سيدة عائشة